أكدت وزارة الصحة والسكان أن حملة 100 يوم صحة قدمت 50.582 خدمة طبية بالمجان وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمال الخدمات المقدمة وذلك بـ 7.740 خدمة طبية وأشرت الوزارة إلى أن الحملة قدمت خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لعدد 5.409 سيدات فيما تلقت 18.460 سيدة خدمات صحية من المترددات على المبادرة وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3.659 خدمة تليها محافظة أدقهلية بـ 3.182 خدمة طبية فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديث الولادة بنحو 3.986 خدمة طبية وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ 395 خدمة طبية تليها محافظة الجيزة بـ 381 خدمة طبية ترجمة نانسي قنقر